السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سويلا كاناري اليوم جيتكم بهذا الفيديو باش نفهمكم وإلا باش نرد على بعض الأسئلة اللي كانت وصلتني هنا في القناة التاعي وقالوا لي يعني كيفاش بدأ موسم التزاوج وكيفاش راح نتعاملوا مع طيور تعنا إذن أنا وش نقولكم موسم التزاوج نقولكم كين اللي بدأ عندهم وعليش بدأ عندهم إذن لازم كل واحد لازم يكون يعرف وقتاش الطيور تعه بدأت في غيار ريش مقبل ما نهضر لكم على موسم التزاوج لازم نعود نقول لكم موسم غيار ريش أنا كنت هضرت لكم ديجا قلت لكم غيار ريش ومرحلة الراحة هما الأساسيان في موسم التزاوج إذن الطيور تعك إذا على بالك وقتاش بدأ في غيار ريش ومديت له كذلك القسط من الراحة رح تعرف وقتاش يبدأ موسم التزاوج تعه إذن في السلاكة ما عندناش مشكل وعلاش لأن الموسم التزاوج يكون يعني عنده عامل تعه هو عامل إضاءة تعه تكون الإضاءة تكون طبيعية وتكون كذلك درجة الحرارة تاني هذا عامل من العوامل لتخلي الطير يوجد إذن أصحاب السلاكات يعني ما تقدروا تديروا والو تستنوا كيفاش يطولوا النهارات يعني تدريجيا لأنه قلت لكم الإضاءة تكون طبيعية مع لكم غير تدعموا الطيور تحكم بالأكل المتوازن وخاصة يعني خاصة تكون يكون هناك النظافة لازم تكون تحرصوا عليها عنا نوليكم لتعالي صحاب الأقفاص كذلك تكونوا تعرفوا وقتاش طير تحكم وقتاش دخلوا في غيار ريش تكونوا على بلكم وقتاش كملوا غيار ريش ووقتاش يعني شحالة مديتونهم المدة زمنية المحددة تاع مرحلة الراحة كما كنت فهمتكم مرحلة الراحة يتكون الأطول حوالي تلت شهر يعني باش الطيور تحكم تكون واجدة وتكون يعني في صحة جيدة باش يقدروا يواجهوا هاد مرحلة تاع التزاوج ما يكونش عندكم يعني إرهاق مع الفمال تشوفوا لي فيما تحكم مردات هدا كمل جراء الغيار ريش ما يكونش يعني ما تنديتونهمش للفيتامينات اللازمة وفي مرحلة الراحة يعني كذلك ما يكونوش ريحو ملاح لأن مرحلة الراحة قلتكم هي الأطول حوالي تلت شهر إذن راكوا تشوفوا يمكن راكوا تسألوا كيفاش رهم الطيور وجدوا علاش وجدو والناس علاش بدات يعني توجد تتزاوج في الطيور تحا وراهم ينجدوا ديجا هنا ما تقولوش كيفاش وعلاش وما تديروش تقولو احنا رانا غتاغنا هات الطيور هادي راهي وجدت لهم لأنه غير ريشتهم كان على البكري هنوا ديجا كانوا في سقاط كملوهم سقاط لفمي ومبعطاولوما داك القيس من الراحة كيكملوا الراحة راحوا ديجا موسم تزاوج هادول عندهم إضاءة إصطناعية يعني ينقصوا الضو كما يحبوا ويزيدوا كما يحبوا هما يتحكموا في هادك هادك لغمون هادك لي عندهم تحت طيور لي باش يوجدوا بها هادك هما يتحكموا فيها لأنه الإضاءة عندهم إصطناعية داكور إذا وش نقول لكم قولكم ما تتقلقوش غير ريش والمرحلة هادو المراحل هادي هي اللي راح تجيب لكم موسم تزاوج يكون قريب ولا يكون بعيد يعني كيمات على حساب هاد المرحلاتين هادو وش نقول لكم ما تتقلقوش ما زال عاكين الوقت بالحارة هادوين رانا كما قال ما تخناش عنا دخلين على شهر جنفير يعني ما زال عنا الوقت بزاف باش نبدأوا مرحلة التزاوج شوفوا خوتين أكد لكم إذا كان عندكم طيور لي ريحة مليح وطيتوا لها أكل متوازن وفرتوا لهم الدوش وفرتوا لهم النظافة أكد لكم خاصة عن نظافة باش نتفاعد الأمراض راح يعني ما تتشوفوا يعني النتيجة أمام عينيكم راح تشوفوا أن الطيور التحكم راح تمدلكم نتائج جيدة أصحاب سلاكات وش نقدر نقول لكم يعني أنتم ما قلت لكم ما عندكم مش مشكل تستمناوا التزاوج يكون مع الإضاءة الطبيعية يعني كل ما زادوا نهارات راح تشوفوا الطيور تحكم راح تزيد في الحماوة كما نقولوا وإلا راح يزيد تشوفوا لي بلي طيور تحكم راح يتوجد أنتم ما معدكم غير تدعموهم بالأكل المتوازن عندكم بروغرامة لكم تحطيته في القناة تاع برنامج كيفاش نوجد الطيور تاعي راح تدعموهم تحبوا تمدلهم طبيعي وإلا تمدلهم يعني الويتامينات الإصطناعية هذيك أنا نفضل أنه نخدم بالفيتامينات هذيك لغريدها لكم تاعي ماكسي هذيك تعاون بزاف والطيور يكونوا يقعدوا دايما بصحة جيدة إذن عندكم هذا البرنامج تقدروا تسيروا عليه عندكم برك الإضاءة برك تخلوا الإضاءة تمشي على حالها لأنكم ما عندكم حتى حاجة ما تقدروا تديرونهم والو نأكد لكم صحاب سلاكات نأكد لكم منا خاصة على النظافة علش النظافة؟ لأن عندكم سلاكة راي فيها بزاف طيور مش كيما القفص عندك قفص فيه زوج طيور وتحبس هنا لا لا السلاكة راي فيها يعني من ربعة حتى ستة طيور ببالك أكتر هنا وش راح تديروا؟ لازم تشوفوا الطيور تحكم تتفقدوا لما تحهم لازم كل يوم كل يوم كل يوم لازم تتفقدوا تغسلوا وتنطفوا لهم المشربية تحوم للإناء اللي يشربوا فيه كذلك الأكل التحهم لازم دايما تتفقدوا ولازم يعني تكونوا حريسين باش ما يكونش هناك أمراض علش نفهمكم؟ لأنه إذا كان فضلات في هذك الإناء تعلما وإلا في الأكل ويكون طير مرض لكم المرض راح ينتقل عبر هذك الفضلات تاعه إذن انتموه وش لازم عليكم تديروا؟ لازم إذا شفتوا طير مرض تشوفوه يعني يغمد في عينيه تشوفو يعني الواحد ليكون مورب يكون يتبع طير تاعه يعرف طير تاعه إذا كان سليم وإلا بداه المرض يعني إذا شفتوا حاجة آنغمال في هذك الطير تجبدوها حزلوه ديروه وحده وتبدو يعني تفحصوه تشوفو وش بيهتو وتبدو تمدو الدواء الدواء لهذا كطير ليكون مريض وحده والاخرين ليكونوا في السلاكة هذيك كذلك تمدو لهم نفس الدواء بارتريفنسيون لأنه يقدر يكون هذك اللي زود تاع هذك البكتيريات هذيك اللي كلاوها عبر الفضلات راح يجيهم المرض إذا أنا وش نقولكم بهذا لازم تكونوا حارسين حارسين جدا على النظافة هي نقدر نقولكم اللي النظافة هي من أولويات نجاح تاع تربية الطيور كان كذلك لازم تمدو لهم كذلك قلت لكم لا دوش لا دوش والأكل لازم يكون متوازن هذه هي يعني ما فيهش حاجة كبيرة ما فيهش حاجة يعني اللي راح تستعجبوا فيها تقولوا كيفاش ولا هذا ما كان وخاصة خاصة كذلك توفروا لهم الأمان حتى وإن كانت سلاكة لازم تعرفوا كيفاش تديروا سلاكة تحكم باش ما يكونش عندهم يعني دي زوبستاكل أنسي جامي بلك بلك القيطة تجيهم بلك تخلحهم لازم لازم تعرفوا كيفاش تكونوا حارسين على هاد النقطة خاصة كذلك كين نهضر لكم كذلك على اللي طيور تحهم طيرة الأجنحة تحها في هاد الزنس له هاد الفاتك أنا وش نقولكم نقولكم يعني ما شي حاجة يعني اللي تخافوها ولا طيور تحكم راح توجد تمدو لهم برك هادك لانتيسترس لا دوش راح يوجدوكم يعني شوية غطار ما راح يكونوا في الوقت يعني الموى ده إن شاء الله الموى ده بلك فان مارس راح يكونوا واجدين يعني ما شي حاجة اللي راح تتخوفكم وتقولوا خلاص عندكم حاجة مددلوهم شبرك معا لفمال لأن المال يحبوا طبعهم يحبوا يغنوا ويدا كانوا يعني معا لفمال ويكون يعني بدأ يعني بدأ يوجد كما نقولو مروزي يحب يغني راح يكون يكون لو يعني شوية نوتر سترس خلوه وحده حتى يعود ينوض الأجنحة تعو هادي هي إذن هكذا إن شاء الله هنكون يعني هدرت لكم بصفة عامة على هاد المشكل هادا يعني ما وش مشكل ولكن مرحلة من مراحل اللي عيشها الطير هي مرحلة التزاوج يعني الوقت التحاق لتلكم كين فهمتكم وقتش علشان بدأ ودوك وقت تزاوج ما تعندوهمش لأن طيور تحهم كانت بتات يعني في غيار ريش هما اللولين إذن نتبعو مرحلة غيار ريش علش قلت لكم نأكد لكم على مرحلة غيار ريش ومرحلة الراحة من مرحلة غيار ريش نبدأ ونوجدو مرحلة تزاوج تاع العام هدك ليكون جاي هذه يعني واحد ما يحكيكم حاجة يعني هكذا ولا هكذا تبعوا هذه المراحل ورح تشوفوا أن يعني الطيور تحكم رح تكون بصحة جيدة والموسم يعني لتحت زاوج يكون وفير بإذن الله إذن إن شاء الله نكون خدكم بهذه المعلومات هذه نقولكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى